يعني من كل حضراتكم عودة من جديد لعشة الصفحة في الأهلي ونتكلم بقى شوية طبعا عن النادي الأهلي واللي جاي إن شاء الله بالنسبة للنادي الأهلي وبطبيعة الحال لازم نتوقف ونتأمل ونبدي اندهاشنا حولها الكثير من الأمور المتعلقة بمنتخبنا والأهم المتعلقة بتصريحات كارلوس كيروش واللي أثارت يعني دهشة الكثير من الناس وانزعاج الكثير من الناس وفقدان الثقة لدى الكثير من الناس كل ده هنتكلم فيه مع كابتن محمد حشيش ناجم النادي الأهلي السابق اللي دايما بينورنا بوجوده معنا في البرنامج صباح الفل على حضرتك صباح الفل أساتذة زيك صباح الجمال وراك وراك أنا تنورنا دايما باش إيه رأيك بقى في الشغل العالي ده يعني تحس إنه أنا دنيا واشعة وحلوة وفي بيتنا بقى في بيتنا كده وديكورنا والإمكانيات بتاعتنا أحسن مبروك طبعا وحاجة جميلة وإن شاء الله بإذن الله يعني توفيه بقى الفتر اللي جاية إن شاء الله بس يا كابتن حشيش بصراحة احنا نبدأ بقى من اللي كريم من اللي اندهاج ده لا الموضوع أصبح شوية غريب اتكلمنا عن كاس العرب قلنا طب خلاص بيجرب لعب مراكز مش بتاعت اللعيبة قلنا مش ممكن في حاجة احنا مش فاهمينها كويس إحنا دلوقتي بس مش بننتقد إحنا بنحاول نفهم لما حضرتك تيجي تقول تصريح زي إن أنا في عقدي ما بيتضمنش أمم أفريقيا أبا حيك وإحنا بنتفعلك برضو ليه وفي الأول في الآخر أكيد ده بزنس هاي جاي وعندك هنا جماهير أو الجمهور المصري لا هم ما بيقبلش حاجة زي كده ولا يقبل تصريح زي ده وأعتقد هو مش فاهم طبيعة المصريين لأن تصريح زي ده لا يثير غضب مش بس اندهاج بصراح فخليه نفهم هو طبعا كانت صدمة مبارح للكلام يعني الناس اللي تابعت طبعا الحديث بتاعه مشكلة كبيرة يعني انت يعني احنا هو نفس السيستم والطريقة قبل برضو كاس العرب لما حقال بالنفس بالزبط أنا رايح يا جماعة عشان أجرب وهذا فيه اللي بعد كده فيه أمم إفريقيا وفيه تصفيات كاس العالم فقلنا طيب يعني كاس العرب كان لسه هو بقله فترة قليلة برضو يعني موتشين بس بتاعه إفريقيا فماشي الحال وأنا هاخد معايا مجموعة كتيرة أني ما شفتش الناس كلها وهجرب وهشوف معقول ومنطقي يعني ماشي برغم أن احنا برضو كمنتخب مصر في جميع الظروف يعني احنا أبطال العرب أساسا يعني يعني وأقدم اتحاد كورة في الدول العربية كلها ومؤسسين يعني فقلنا ماشي يعني مش مشكلة أنت بتجرب والدنيا ماشي وماخدتش بعض الناس اللي هما كانوا طبعا مع برامزو كده ومع نادي الأهلي في بعض اللعيبة يعني وانا هتجرب الناس جديدة انت دلوقتي خلاص جربت بما فيه الكفاية والناس استحملت بزرط ومساندة طبعا لغاية دلوقتي وطبعا الناس هتفضل مساندة بس احنا بنقول ان لأ مت يعني ايه كده كثير يعني متدس على الناس على طول كده يعني برضو ادي أمل يعني احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا ونوصل لحتة بعيدة ونوصل للنهائي ونعمق يعني انت فاهم ازاي ادي روح حتى 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 لعبتك بالظبط كده حتى اللعيبة ما تدهمش إحساس ان انا برضو راح اجرب والتركيز على بعد طب انت هتفضل تود التركيز على بعد طب افرد اللي بعده خالص ده مجاش ايوه يبقى ايه الوضع هاي منين باللي احنا شايفينه كمان بالظبط كده المكسب بيجيب مكسب الاستقرار بيجيب استقرار الاداء بيجيب نتائج بسط فانت عايز تطمن بقى احتكاك قوي جدا مع المنافسين الاحتمال يتقابلوا احتيهم في المشكلة في انهال زي من هاواندك بتقول من شوية ان هو مش مدرك قيمة المنتخب المصري ولا هو متكبر على المنتخب ولا هو مش واخد باله من اللي بيحصل يعني المشكلة فين عشان يطلع منه تصريح زي ده هو محتاجة كريم حد يخش دماغه يعني حد يدخل دماغه ويقول لنا ايه الدنيا في ايه يندخل منها حتة بقى من ورا من قدام وعنده سيفي محترم واخد ارقام محترمة عشان نوع بقى وبعدين هي المشكلة دلوقتي ان انت لا تملك غير انك تساند لو طلعت اتكلمت على حاجات كتيرة مش عاجبات وتساؤلات كتيرة من ضمنها الكلام اللي احنا لسه بنقوله على الحديث بتاع مبارح هتبقى اقول لك بس الوقت والناس والمسندة بس حقنا يا كنت محشيش حقنا دلوقتي انت تتكلم عن جمهور مصر فلما ييجي يطلع مدرب المنتخب المصري بيتكلم ان انا مش فارق معايا انا مش جاي عقدي فيه علاقة بيننا وبينك يعني عقدك فيه ايه وبعدين احنا ازاي هنجيبك واحنا مش عايزينك تجيب لنا بطولات يعني امر غريب انا ما اعتقدش كمان ان الاتحاد الكورى لما جيه اتعاخد معا قال له احنا مش عايزين امم افريقيا مستكيره احنا عايزين انت فاهم ازاي ما ينفعش عدد اتنين انا متعقد معاك بالسيفي القوي بتاعك ده عشان يعني متحتاجش المفروض الخبرات الكبيرة اللي زيك ما تحتاجش بقى الوقت الكبير انه يفهم ويعرف اللعيبة ويكون فرقة ويعمل ده المفروض انا جايبك عشان انت راجل لك خبرات كتيرة فمش معقولها اقولك لا بلاش كلاس العرب وبلاش امم افريقيا وخلينا في الاخر لا انا مش عايزة قارن كيروش بمسيماني بس معلش لو جيت حطيت ده قدام ده شوفت تاني لما جيه ازاي تعامل وازاي قدر يحتوي ويفهم اللعيبة ويقرب ويحسن اداءهم ده فيه لعيبة بعد مسيماني ما جاء اصلا برزوا منهم محمد شريف وقفش على سبيل المثال لا ومسيماني كان جاي ايه كان جاي على دور قبل النهائي بطورة افريقيا وعلى فكرة لو ما كانش حصل عليها كان الناس مش هتلوموا طبعا اصلا ولكن اللي حصل ايه يعني هي طبعا اختلاف ما بين يعني مدرب ومدربه وبعدين برضو عشان نكون منصفين ممكن يكون مسيماني لعب ضد الاهلي قبل كده وعارف لعبة الاهلي وعارف يعني لو خبرات في الحتة دي فممكن تكون قربت له المسافة الرجل رمى بيضه بالأول يعني كان ليه ميت امارة بقول ان ده مدرب تقيل وعارف بيعمل ايه كويس لا وحدد يعني اختياراته من بدري وما يعني يعني حاول يوازن المسألة ما ينفعش انا مثلا زي الكاس العرب اخش واجرب الدنيا كلها في مطشاق انا بعد يعني احنا كنا متخاوفين واحنا رحين كاس العرب بس بعد ما شفنا المستوات هناك مش واو يعني ان انت يعني كان قريب او ان انت كان ممكن او ان انت توصل للنهائي وكان ممكن ان انت تكسب البطولة فانت لو كنت عندك الحافز من بدري وحط في دماغك ان انت رايح تكسب البطولة كان ممكن تديك التأثير اكثر من كده حلو جدا انا بس جزء اللي عايزة افهمه برضو ان انا وكريم اتكلمنا فيه في الانترو ده برضو جزء من تصريحات كيراش لان احنا لحد دلوقتي مش فاهمين هل ده كان صخرية ام كان هزار ام كان قصده حقيقي لما اتكلم ان انا عندي افضل لعيبة ويمكن كريستيانو رونالدو يعني انا مش حتى لو نقطة انا مش شايفها لطيفة بس على كل حال يعني يعني في امتهى ازاي طيب هل ده تقليل من المنتخب اصدي تبقى مشكلة كبيرة لا يعني انا معتقدش بقى يا بلوسة اهو جاي فتصنا خلص يعني بقى ولا يعني شكله كده والله انت فاهم ازاي احنا عاملين يعني نتكلم بس احنا يعني بالراحة عاملين برضو نحاول نوزن الامور يعني لان احنا برضو داخلين على حتة صعبة بس هو يعني انت عارف لو في اوضاع بقى عادية غير ان انت خلاص انت مسارك نافر وعامل لا ده كان الناس طالعة تتكلمت تتكلمت على بعض الاشياء في الكلام بتاعه في المؤتمر بتاعه كان ممكن ندخل في سيكاك تاني خالص انما احنا لما نجي نتكلم مثلا ناخد عليه حتة طب انت دلوقتي عندك 28 العيب طب ليه واخد 25 عشرين لما تاخد ثلاثة عشان برضو ان انت الظروف هناك ما تعرفش ايه الوضع كورونا اصابات دورة مجمعة مش هتنحة وبعدين انت عندك يعني انت ما هو انت مسلا هتدفع من جيبك التلات تذاكر اللي بتوع انت فاهم ازاي فحاجات طبعا غريبة استبعاده لبعض الناس هنقول وجهات نظر وهو قال حتى مبارح انتوا بتكلموني على اثنين لعيبة طب انا مختار 25 وانا شايف ان دول اصلح ناس للكزا مش هتقدر تكلموا لان هي وجهات نظر يعني هي وجهات نظر استبعاد من لعيبة كبيرة سواء اهلي وزمالك عندهم خبرات وكانوا من احسن لعيبة المسم اللي فات كله فانت بتيجي تستبعدهم فانت هتقول ايه بقى لا ده الراجل ده بقى فيه سر غريب الراجل ده بقى مالوش حل وهيكسر الدنيا يا الراجل ده بقى ما لسه ما ما فهمش الدنيا خالص اصلا كمان الجملة اللي هو قالها اللي نهواند وقفت عندها دي هي الحقيقة مصيبة سودة من النحيتي سواء كان بيهزر او كان بيتكلم جد لو بيهزر فعن رأينا هواند مش نكتة لطيفة مش حلوة مش حلوة مش حلوة مش حلوة مش حلوة مش حلوة مش وقتها كمان بعدين نجبها مثلا من كتر اللي هو كان عامله معنا قبل منها فقعد وفارد وبيهزر لا يعني مش واخد علينا قوي عشان يحصر خبرك ادي واحدة ولو كان بيتكلم جد وقاصت جملة اني انا عندي احسن لعيبة في العالم انت ما عملتش بيهم حاجة ليه اه بالظبط كده مش كده برضو احسن لعيبة في العالم وطالع بيهم رابع العرفة اه مثلا فيعني بص احنا برضو هارجع اقول تاني احنا هنشوف ما قدامناش حاجة هل حد فينا قدامه حاجة يعملها احنا بنتكلم بنفس عن نفسنا في حاجات مديقانة وحاجات بنتكلم ان هي مش طبعية وحاجات ما يصحش تتقال وحاجات يعني في رأي ناس كتيرة مننا في الاختيارات انما برضو بنقول احنا بنقول اراء وهو صاحب الشأن لان بعد كده هو اللي هيتحاسب انا بتتفق مع حضرتك اكيد ما فيش هاد ما بيتتفقش في النقطة دي لازم يكون فيه محاسبة في النهاية بس لو كلمنا بقى وخرجنا شوية بعيدا عن كراشو او اسامي بعينها لو كلمنا عن القرى المصرية طيب هي مفروض ازاي تدار القرى المصرية تقييم حضرتك دلوقتي اصلا لادارة القرى المصرية ايه اللي احنا محتاجينه عشان نعود مرة تانية لمنصات بقى التتويج يعني عايزين نفهم اهم حاجة طبعا او اسباب اللي احنا فيه التخبط اللي احنا فيه عدم الاستقرار في مجلس ادارة الاتحاد اللي هو الاتحاد اللي بيدير الكرة مفيش وضع بالتالي مفيش وضع السياسات لسنين طويلة قدام مراحل مراحل بداية من طبعا اخر اتحاد ميشي 2019 بعد الامم الافريقية جت لجنة خمسية وبعدين لجنة ثلاثية على مدار سنتين بيدير برضو اتجاهات مختلفة كل واحد بكونسبت معين للفترة الجديدة طبعا كل ده لخبة الدنيا محتاجين ان شاء الله بعد خمسة يناير اتحاد يجي وانا شايفهم كلهم يعني الناس محترم وكلهم شخصيات كويسة وعندها خبرات ان هم يقدروا يعملوا بقى استراتيجية كاملة لمدة خمس ست سبع سنين ما بقاش فيها تخبط يبقى فيه حاجات سابتة فيه اهتمام طبعا يعني لازم يكون فيه اهتمام فيه فيه مشاكل يا جماعة كتير يعني عشان جوة الاتحاد ومسك مدير تنفيذي طبعا للقاهرة اللي هي اكبر فرع الاتحاد الكورة فانا عندي مشاكل كتيرة جدا جدا مستني ان شاء الله باذن الله الاتحاد الجديد لما يمسك عشان نقعد ونتكلم اهمها عندي اللي هي اتوصلنا بقى للارتقاء بمستوى الكورة في مصر هي مسابقات الناشئين طاقات الناشئين والبرائم عندي مشاكل كبيرة جدا جدا فيها وانا عندي منطقة القاهرة بتضم 105 نادي ومركز شباب يمكن بعض المناطق التانية 10 اندية و12 نادي انا عندي 105 فقصة صعبة وبعدين اهم اندية طبعا كل اندية مهمة في مصر بس اهم اندية عندي في القاهرة النادي الكبير وعلى رسوم طبعا النادي الاهلي ففي مشاكل في قطاعات الناشئين بالتالي بيبقى في مشاكل في المنتخبات المراحل السنية المختلفة في مشاكل في اختيارات الاجهزة الفنية في مشكلة في اختيارات اللعيبة اللعيب طبعا لازم يبقى متأسس ولازم يبقى واخد جرعته اللي هي تساوي للمرحلة السنية بتاعته ماتشات وتدريبات وكلام ده عشان يخش على المرحلة السنية بتاعته في المنتخب يبقى منتخب قوي منتخب الصغيرين بعد كده منتخب الشباب بعد كده المنتخب الأولمبي اللي هو بيوصلك لمنتخب مصر الكبير فالمشاكل دي لازم تتحل لأن هي دي بص أي حاجة تانية بقى أصل المسابقات مش عارف أصل الكزا أصل اللي مسك مش عارف مي هي الأساس هو قطاعات النشئين اللي بتطلع اللعيبة اللي تركتها وعمالة تجيبها يمين وتجيبها شمال مش لقيها لها أي مبرر منطقي أنلاس حضرتك عندك أي مبرر تقولين عليه بقى ربنا يا كرمك فكرة إصراره اللي واضح بقى أن الموضوع مش صدفة فكرة إصراره على أن كل لعيب يلعب في أي حتة في الدنيا غير مركزه المعتاد لدرجة أن احنا ممكن نتوقع أن الماتش الجاي تلاقي مثلا إيه؟ محمد شديد وايب جور وشناوي بهاجة عادي جدا أعرف أنا بقعد أحللها كده في دماغي لقيت حاجة بها أقول أبص يمكن خايف مثلا خايف يتزنق في ماتش في لعيب معين وعايز يغير من جوه الملعب مش بر الملعب فيجيب ده هنا ويجيب ده هنا بس طب أنت في الأول شوفه في مكانه الأساسي عشان تحكم عليه إذا كان موجود معك ولا مش موجود ده من البداية وبعد كده ما تضمن أو تقتنع به ابقى بتدي غير وبعدين انت غيرت في بطولة برضو كبيرة يعني هل هو ممكن أنا معتقدش بقى ممكن يغير التغيرات دي في كاس الأمم؟ أنا ردي أنا بإذباني فضوء اللي حصل لغاية دلوقتي هتلاقي الناس ما وقد شنطها وطلع على الكاميرا وبقى تصرف معا هتندهش يعني عندك أي مساحة للمزيد من الاندهش؟ يعني لو حصلت حاجة جديدة من نفس الإطار المكاني أنا اندهشت كثير خلال الفترة اللي فاتت طبعا اندهشت في حاجات كثيرة تعاملاته مع الجهاز الفني الاختيارات يعني بيعمل حاجات اللي هي يعني مجيش في بال حد خالص ما فيه يعني اللي هو اللي هو منطقي يعني في بعض الحاجات كل الحاجات دي طبعا أنا يعني مستغرب يعني عشان كنا بقول لك لو لقدر الله حصل حاجة في الأمة أولفريقية هتلاقي ناس بقى تطلع تتكلم بقى واحد اثنين ثلاثة اربعة يعني بتفهم ازاي؟ فاحنا بنقول يا رب وبنساند وبنقول له ربنا هديك للصح وانت الاختيارات بتاعتك اللي انت اخترتها أكيد فيهم طبعا لعيبة كويسة احنا ممكن يكون اعتراضنا على واحد اثنين ثلاثة ناس ما اتخذتش من وجهة نظرنا جايز وجهة نظرك انت فيها حاجة تانية احنا ما نعرفهاش بس ثبت لنا بقى انها صح يعني ثبت لنا في الأمم الافريقية اللي جايف من خلال الماتشات ان الموضوع صح مش اي اختيرات او انت غلطت انك مخدتش فلان ومخدتش فلان انما انا اعتقادي بقى كريم ان هو احساسه ان هو اعتماده كله هيبقى على المحترفين هو متخيل الخمسة صلاح تريزيجيه مصطفى محمد مرموش الناس دي اللي هتغير الشكل العام يعني زي ما تقول ايه ان حاطت دولت الخمسة دولت هيلعبه واللي جنبهم يعني هيسنده هتمشي انت فاهم ازاي مش حاطت ده لو دورة رمضانية اخصب بالله ما هيفكر تجاهها بالشكل لان انت برضو ما نعاز اقولك حاجة ما انت لما يكون اعتمادي انا على طبعا اللعيبة كبار جدا جدا وعلى قصوم صلاح بس ممكن يكون حد فيهم مش موافق اتنين ولا حاجة انت باني حياتك على الموضوع ده الهارموني بتاع الفرقة كلها الانسجام القصة الموقع يعني وشوفنا ان هي كانت غايبة النقطة تحديدا في كاس العرب في البطولة مليون في المية ما هو من التبديل والتوافيق على كل حال احنا اللي معنا تصريحات جديدة والله ياريت كان مع تدريب المتخب وتصريحات كانت برضو كارلوس كيراش خلينا نتابع ونرجع نكمل مع حضراتكو مقابلة 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 لا يمكن أن تستمر بالتصريح مع هذا البرنامج لأسألتك عن تفهمتك أسألتك عن ذلك لأنه كان هناك خطأ اليوم أسألتك أن نستمر بالتصريح لدينا 15 أو 20 منطقة لتكون هناك في تصريح اليوم إن شاء الله المدرب يفتح التمرين لمدة 15 و 20 دقيقة تكون معنا حضرين التمرين بعد المرأة يجب أن نعود إلى المستقبلين ومن أول بكرة إن شاء الله هنرجع لنفس الكيود قبل كده أسألتك لأفسي لأسألتك لأسألتك لأنه كان خطأ شخصي كان حصل أمس أسألتك شكرا 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 أصل الثاني أكيد برضو أحمد مجاهد قال له أنت يعني ضيعنا كلنا وعلى كل حال حلو إن هو يعتذر عن تصريح ما فيهش غلط نحن قلنا استحالة إن اتحاد الكورة يكون اتفق معها لكده نحن قلناها قبل نسا قلنا حالا قبل دقائق بنقولها فان واسبعنا ولا يعني يعني صعب جدا إن الاتحاد الكورة يبقى فيه بطولات ويقول له لا ملكش دعوة بديه وأنه بيخش على بعد واستحالة وخصون قبلها كمان بطولة يعني فانت بطولة أولانية وتانية وانت جاعش على الماتشين لأن الماتشين دول يا هيدوك اللي تخش في البطولة اللي بعدها يا مش هيدو لك طبعا طبعا لا طبعا فالكويس إن هو استدرك الماضي أنا معا جدا ثقافة الخطأ لو قبل باعتذار يعني خلاص كأن ما حصلش حاجة فبس دي نقطة كويسة على كل حل إن فعلا كانت مثيرة تتكرى غير اختيارات اللعيفة ولا حيبان ولا هيرجحوا لبركزهم مثلا ولا على كل حال يا كابتان حشيش خلينا نروح للأهلي نروح والحاجة بقى اللي تسعدنا شوية كده عشان نغير المود دايما دايما شايف إزاي برضو دلوقتي يعني طريق الدوري والأهلي أداءا لحد هذه اللحظة لو هنقدر نحن نقيم بصي الأهلي بدأ الموسم السنة دي بشكل رائع يعني نتائج وأداء اللعيبة وكم اللعيبة اللي جي بعد الإعراض يعني عارفة عالج المشاكل اللي كانت السينية اللي فاتت موجودة بنقول إن اللعيبة ويدوبك أمة ولما بتيحصل إصابات بيبقى فيش لعيبة حتى وتبقى الدكة ضعيفة لا كل ده تغير والناس جات من الإعراض وعلى مستوى عالي وكانت وجهة نظر مجلس الإدارة أن يطلع ناس إعراضي كانت هيلة صحيح لأن الناس استفادت فعلا ما كانش ممكن يعني ممكن لو كانت قاعدت في النادي كانت خلاص مشت صح يعني عمار وعبدالقادر ناس كثيرة جدا جدا راحت ورجعت على أعلى مستوى شفناهم من خلال الكماتش بتقعد دوري المسلم ده إنهم طبعا قدوا أداء كويس طبعا مش كلهم خدوا لسه الفرصة ده اللي حيدخلني بقى على الموضوع التاني اللي هو بتاع كاس الرابط اللي هيتعمل نستأذر هذا كان قاس في المواطعة بس نخلي بقى الكلام في النقطة دي بمجرد بنرجع بالفاصل طبعا ورجعنا لكم تاني في عشر الصبح في الأهلي ومعنا نهواندو كريم الله عليك يا عنابي يا كبير يا مشرفة أي خدمة طبعا هتسألنا بقى ولا خلو نرجع تاني والله أنا ممكن أسألت لعنا لا رأي بلاش لا خلينا نكمل بس جد واو طبعا 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 خلينا نرجع تاني للأهلي وبرضو إحنا عندنا يعني لعيبة تقيلة وفي القصة هنا برضو مختلفة شوية يمكن لما نيجي نتكلم الفترة اللي جاية والموسم الجديد بتشوف برضو هل إحنا عندنا حاجات ربما نقول مش نقاط ضعف لكن حاجات يمكن بعض المشاكل الصغيرة اللي حصلت في الموسم اللي فات هل بتتوقع برضو أن احنا يعني هنقابلها في الموسم الجديد ولا الوضع إلى حد كبير مختلف وأعتقد حضرتك فاهم أصدقائي هي المشكلة هتبقى موجودة بس لها الحلول وهتبقى مش مؤثرة زي كل سنة هي برضو تلاحق المباريات نتيجة طبعا للفترة اللي جاية في كاس أمم هيتعمل كاس رابطة هيلو سلبياته وإيجابياته بعد كده طبعا في توقفات عشان المنتخب تاني وعشان كاس عالم للأندية وكاس عالم كبير له وإن شاء الله دخلنا فالموسم هيبقى مضغوط طبعا السنة دي عشان كمّل عيبة كويسة وده اللي هتدخلني في موضوع كاس الرابطة إن فرصة كويسة جدا لموسماني واللعيبة إنه يشوف اللعيبة اللي ملعبتش اللي مش قادر اللعبة بصفة مستديمة أو بصفة مستمرة في مباراة الدور الفترة اللي فاتت فيك ناس كانت بتاخد على مراحل أو بتاخد مثلا نص ساعة ممكن ياخد جزء إنما الفترة اللي جاية حيشوف اللعيبة جديدة باستمرارية يعني هديها فيه ماتشات البطولة كلها وده هتبقى فرصة اللعيب مش داخل يعني تحت ضغط إنه لو ما ثبتش نفسه في العشر دقائق اللي نزيلها أو نص ساعة أو الماتش ده ممكن يقعد لا ده عنده فرصة نلعب ماتش حتى لو كان نص ونص يلعب ماتش واثنين وثلاثة حيقدر يقف على مستوى اللعيبة لأنه هيحتاج كم اللعيبة دي يعني واحد زي عمار مثلا ملعبش الفترة اللي فاتت خالص عنده فرصة إنه يدوز بقى في الكاس الرابطة ويلعب المباراة كلها تفرق معه جامد أحمد عبدالقادر اللي برضو من الناس اللي أنا كان أمنيت حياتي روح المنتخب وكان جدير أنا رأيه كان جدير بالموضوع ده إنما حيبقى الفرصة كويسة من خلال كاس الرابطة إنه هو يظهر فيه لعبة كتيرة كريم بردونس ربنا خدي أيه بالضبط كده كريم حيبتدي معانا إن شاء الله فكل الناس دي عايزة تاخد فرص وعايزة تلعب وتلعب باستمرارية أكتر أكتر من اللعيب حتى بقى كمان العناصر الشابة اللي هي جامع من خطاع النشئين أكيد هيستعين بيوم إنه هم برضو يقدر ياخد فرصة برضو من المباراة على أساس لما اللعيبة ترجع تاني إن شاء الله بقى ونلعب الدور الممتاز يبقى ما عندوش حتة قصة ده ما بلعبش ده ناقص شوية خبرة ده لسه ما جابش مستوى دي اللي هتعوض أو اللعيبة بتاعتي مضغوطة زي ما حصل الموسم اللي فات تحديدا تنسيش برضو الناس اللي جادي هتبقى جادي هل كان ما هي دي النقطة اللي بقول لحضرتك فاهمني عشانها إحنا يعني شهادنا ده الموسم اللي فات بشكل مكثف يعني مش عايزينه يتقرر تاني اللعيبة هتبقى جاية مجهدة زي اللي حصل في الماتش الأخير بتاع فيوتشر اللعيبة يا جماعة ده وضع طبيعي وضع طبيعي دايما بعد البطولات الكبيرة لازم المستوى بيقل شوية نتيجة أنت قبل الماتش اللي هو البطولة بتبقى مضغوط نفسيا بدنيا مركز كويس أو تبزل يعني جهد كبير جدا جدا خلال المباراة وشوفنا ماتش السوبر الافريقي كان الجهد عامل إزاي لغاية آخر دي أو آخر ثانية ضربات جزاء بتحمل اللعيبة ضغط عصبي بعد كده بتفرح وبتاخد البطولة بتفك وكان بين الماتشين حاجة بسيطة رجعت تلعب ماتش مع فرقة محترمة عندها نجوم عندهم خبرات في الدوري فده كان وضع طبيعي يعني والدليل على كده أن في ناس زعلت بعد ماتش فيوتشر وقالت لك النادي الأهلي ومستوى ومسلماني طبعا الناس إياها دي اللي هي مثلا مسلماني بقى في السماء في ماتش ووحش في الماتش اللي بعديه أول ربع ساعة أول تلت ساعة في الماتش فيوتشر ده كان النادي الأهلي مكسر الدنيا وكان ضغط جامد جدا على فيوتشر وكان فيه فرص كثيرة بتضيع الامت فيوتشر ما كانتش حتى عارفة توصل بعد نص الملعب بتاعها صحيح إما التعب التده يحل بقى على آخر الشيط الأولاني والشيط التاني شوفنا بزر ماذا بعدك بتلاقي أن فيه فرق يعني بتشوف أي فرق بين أداء النادي الأهلي محليا في الدوري وبين أداءه في أي ماتش أفريقي هقول لك على حاجة هو أصل الوضع الطبيعي أن أنت بطولة الدوري بطولة طويلة بتحتمل التعويض يعني مثلا ماتش اتعدلت ماتش بس الدفاع متأمن التفريد أنا عارف طبعا في الآخر بس دي كانت لها ظروف معنا إنما أنا بتكلم على المستوى العام إن ماتشات إفريقيا لا إذا كان دوري المجموعات أو بعد كده لا الماتش الواحد بيفرق فببقى تركيز أهم بطولة أكبر منافسين أقوى واخد بالك إزاي وفي حتى منافسين أنت ما يعني ما قابلتهمش أو ما تعرفهمش فمن هنا بتكمن الصعوبة وبالأداء يعني فيه أنواع من أنواع التركيز أكتر اهتمام الجهاز واهتمام النادي كله بطولة إفريقيا النادي الأهلي ما هو بطولات الدوري بالنسبة لي واخد كم بطولة يا جماعة إنما إحنا عايزين نعمل ريكورد في البطولة الإفريقية وخلي بالك البطولة الإفريقية مرتبطة بكاس عالم الأندية وده الأهم أنت بتتكلم أنت دلوقتي طلعت من المحلي أنت بتلعب بقى بتفكر في أنك تبقى دولي وبتفكر دلوقتي كمان مش أنك تجيب مركز في بطولة العالم الأندية أنت عايز بقى دلوقتي خلاص وصلت المرحلة جبت برونزية مرتين أنت عايز بقى يعني تتقرب شوية تفهم إزاي يعني النادي الأهلي بما فيها كمان البطولة دي من امتيازات مادية كبيرة سواء بطولة إفريقيا الأبطال أو بطولة كاس عالم الأندية فيها برضو فلوس كثيرة فيعني الاهتمام والقصة كلها راح على النحية دي مش معنى كده أن النادي الأهلي بيفرق في البطولة المحببة بالنسبة له أو البطولة المحلية لا بيبقى ماشي برضو متوازيع طيب أنا بس عايز أقول خبر لأنه برضو خبر لسه جديد كابتن محمود الخطيب وطبعا رئيس النادي والسادة عداء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية بينعون ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير عضو مجلس الشيوخ الأستاذ إبراهيم حجازي الوفاة المنية زي ما قلنا لحضراتكم اليوم طبعا دعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته بأن يلهم أيضا أسرته الكريمة ودوي الصبر والسلوان ويتقدم أيضا مجلس إدارة النادي أهلي بخالص التعازي لأسرة الرحل الكبير ومؤسسة الأهرام ونقابة الصحفيين إن لله وإن الله يراجعون ده كان البيان الخاص بالنادي الأهلي الله يرحم وإحنا قلنا الخبر بس طبعا قيمة كبيرة البقاء لله شخصية كبيرة وشخصية محترمة وشخصية جميلة جدا يعني تاريخ أنا أول ما أنت قلت أنا هوند الخبر في فكرتي بقى يعني ذكريات تاريخ طبعا الذكريات معاه هو بالتحديد يعني وأنا طبعا أعرفه وشخصيا أبرزها إيه بالمناسبة أول سفرية سفرتها في حياتي مع منتخب الناشئين كانت دي كانت أول سفرية كانت لزمبابوي في بطولة إفريقيا للناشئين وكان هو معانا في السفرية دي ودي كان أول تعارف بينه وبينه كان طبعا احنا كان لسه صغير ومرح وبيحب الهزار والدحك ولو منطق معين كده وفلسفة في الأمور تحب تقعد معاه وتحب تتكلم معاه وتحب تسمع له يعني وابتدت بقى المسيرة طبعا كلها يعني الله يرحمه يعني كان شخصية عظيمة على كل حال وقتنا الأسف خلص بس أنا شايفة فيه حزنة لا بس نورتنا كسين حشيش والله بجد حاجلتوا بس المشوار جاء بس يهاجي بس إن شاء الله نحن ممكن نقعد نفتر بعد الهواء على فتح ونتقابل في نص المسافة لا نورتنا بجد وفكرة جميلة كالعادة حقيقي مبروك طبعا على السيودو الجديد وإن شاء الله أنتم متقلقين في أي حتة يعني شكرا حضرتك جدا شكرا حضرتك ربنا حدي نورتنا وشرفتنا موجودك وإن شاء الله تشوفك على خير في حلقات جاية ونشكر أكيد كل حضرتكم على حسن ومتابعاتكم لحلقة النهاردة بكرة بإذن الرحمن يتجدد لقاءنا بيكم وحلقة جديدة وعشر صفح في الأحيي صباح الفل عليكم